علن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بشكل رسمي أن تصنيف العشرين من يوليو الجاري والذي سيصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم الاعتماد عليه لتحديد مستويات المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائية كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027 وستجرى مراسم القرعة في مقار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالا لنبور حيث ستسحب قرعة المرحلة الأولى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت سلطنة عمان بينما ستسحب قرعة المرحلة الثانية عند الثانية ظهرا وضمنت تسع منتخبات جلوسها في المستوى الأول للقرعة وهي اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية وقطر والعراق والإمارات ومنتخبنا الوطني والذي سيكون في المستوى الأول للمرة الأولى في تاريخه في مشاركته العاشرة على التوالي في التصفيات ترجمة نانسي قنقر